بسم الله الرحمن الرحيم وارجعت لكم فيديو كتير النهاردة هنعمل مع بعض الستاند اللي طلبتوا مني ولي سألتوني عليه كتير قوي بس كان بقى لازم اقول لكم بالتفاصيل قوي الفيديو عملنا معاكم كلها ان شاء الله الفيديو دي كلها ربع ده هو البوكسات التريند دي بتاعت بيبي وعملنا الغربال وعملنا رجلي البيبي اللي ورا دي ممكن نعمل منها ارقام ممكن نعمل منها حاجات لطيفة قوي هنزبط الديكور ده المرة دي وهقول لكم راسات الراسة دي ازاي وعملنا ايه تمام الغربال طبعا ما تنسهوش عملت له فيديو الواحده مفصل بالتفاصيل بكل حاجة باسعار الخامات بكل حاجة فنزلوا شفوهم يا اما في صندوق الوصف يا اما هتلاقي كل حاجة ان شاء الله فيديات كلها ورا بعدها خشوا على القناة عندي وهتلاقي كل فيديات ورا بعدها اما حاجة تفعلوا الجرس وتعملوا لايك وسبسكراب لما تشوفوني انا ما يليس ودي كناتي المتوضع يعني اول حاجة بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده انا جبت ستاند طبعا ده المكان قبل بصراحة ستارة حلوة قوي ولاقي قاعد ديكور فانا مغيرتش مفكرتش احط بصراحة ستارة ورا بيضا انا معرفش صراحة الي كان بيدحكني بس الستاند ده انا جايباه من العتبة الستاند ده ستاند حديد مدور كنت جايباه بصراحة للورد فسبحان الله يا شاء القدر ان انا ان انا اشغله في اول في البللين طيب هو عبارة عن اربع قطع بتتركب زي ما انتو شايفين كده زي عشق ومشعوم عشق ومشعوم وبتركبه ودي كانت انا بحاول التبطى بس عشان كتديكت سريعة جدا استخدمت اتنين صيني نوعين ابيض ونوعين لبني كيس 100 بلونة و100 بلونة وكيس التاني استخدمته اللي هو الكيس اللي هو التاني اللي هو السيلفر ده كان 50 بلونة طبعا انا عايز اقول لكم ان سعر البلين كيس البلين ده بـ 45 جنيه اللي هو الصيني سعر البلين اللي في EDD 50 بلونة وصلت 65 جنيه في العتبة ومعرفش هي اصلية اصلا ولا بصراحة يعني كان في حاجة بتخليني ان انا اعرف انها اصلية او لا ان هو النوع ده من البلالين اتضغم وبيعديش من خلاله مع ذلك كنت حاسة انها خفيفة مش عارفة ليه يعني بس لونة كان حلوة جدا في الشغل الحمد لله طبعا ممكن تستخدموا البلين دي يعني هيتبقى معاكو بلالين ما تستخدموها في اي ايفنت تاني لون السيلفر بتاعها حلوة قوي قوي ولامع كده وجميل استخدمت منها الدهب قبل كده معاكو بس بصراحة جبت البلين منين عشان راس اللي هتسألني جيباهم العتبة وعايز اقولوك اسعار العتبة زادت جدا جدا عن الطبيعي في حاجة غريبة فحقيقي الاسعار اللي انا بقولها دي اسعار اللي انا جبت بيها في يومها فعشان ما حدش يروح للراجل يقولو اصلا مي كانت بتعمل فيديو وقالها السعر 45 جنيه لا ده سعر الفيديو ده واحنا اللي عملنا لهم ايمة انا اسفة يعني احنا اللي عملنا طلعنا ترند او طلعنا حاجة مهمة زي نوع البلين السيلفر ده اه طلعنا ترند اللي هو بمعنى الناس كتير يقبال عليه فسعره زاد سعره زاد جدا عارفين يعني 65 جنيه الاول كان ب45 بعدين بخمسين دوقتي يوصل 65 جنيه جملة مول بقى انا هشتري من بره بكاك وخمسين بلغنا اخدوا بالكوها طبعا بقى في انواع تانية امريكي وانواع تانية ايطالي كده فسيبوكوا منها يعني اسعارها طبعا عالية جدا بالنسبة للإيفنتات طبعا الناس اللي بتنزل إيفنتات تانية في اماكن حلوة او كده يا جماعة هاتو الامريكي هاتو هاتو اللي انتو عايزين طبعا الكيس اللي بقي ده الكيس اللي هو البلونة اللي فيها جليتر انتو عارفينها الكيس بيبقى فيه خمس بلالين وخمسة معاهم لون تاني السيلفر بتاعها كان وحش جدا 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 فأنا طبعا هستخدم الشفافة بس أنا كده كده عندي سيلفر فمش محتاجة البلونة اللي معيها يعني طبعا زي ما قلتلكم قبل كده أنا بعمل عليها كده بعمل لها زي كده إيه بصوا زي بعمل لها طاقل كده بحيث ان الجليتر يتوزع في كل الأماكن عايزة جليتر بدلا متحط في مكان واحد يتوزع كده عشان يبان من البلونة تمام بنربطهم في بعض طبعا أنا بربط عشوائي بس في نفس الوقت أنا بوزن من حيث إيه واحدة لبني واحدة أبيض واحدة مثلا فيها Sigma off وهو واحدة لبني بعدين مثلا التانيية حتلاقي ايه بفصل بين كل واحدة بالعين هتلاقي واحدة مسلا بوصه دول اثنين أبيض و اثنين لبني دي ماشي اول واحده بتليفجها ازاي مية أو بتحطيها ازاي على مستنت شوفوا فيديوهاتي تانية السبوع البينكي برضوا عشان التفاصيل نفس الي بنعملوا عل السلج هو الي بنعملوا هنا على مستنت تمام بين البلونتين بدخل بين البلونتين ولف بلونة على بلونة بصوا كده وبلف بلونة على بلونة بس بتمسك إلا هي خليها تقع بس انت خدتوا بالكو أنا عملت واحدة اتنين لبني واثنين أبيض بعدين حطت واحدة سيلفر تبقى لامعة في العين كده عشان تبقى بينا في الوش كده فصلت بينها بعدين عملت واحدة فصلت اتنين أبيض واثنين لبني أنا بتكلم على فوق وبعدين جليتر بالعين مش لدم تقيسوها بالضبط واحدة واحدة لا أنا بعمل عشوائي بالعين بس في نفس الوقت العين تكون شايفة حاجة إلى حد ما مظبوطة ما يكونوش اتنين سيلفر فوق بعض اتنين مش عارف كده أنا معتهم ده بصراحة ان العين ان اللون السيلفر يخطف أكتر فاهميني بس الجليتر بقى ممكن نعمل واحدة مثلا شمال شوية داخل الجوة في الدايرة واحدة متطرفة شوية بعدين كده أهم حاجة بس تكون باينة بقى لكم كتير بس عشان التفاصيل تبين زي ما قلتلكو زي ما بعمل مع السلك في فكرة تانية وفي فكرة تانية لطيفة جدا اللي مش عارف يلفه على السلك الحديد ده في حالة تانية اللي هو ايه بتلفوه على خيط سنارة وبعدين بتربطوه بقى في الستند المدور او اي استند معلنة او باكدروب اللي هو في باكدروب دلوقتي طالع مكان الدايرة دي بتبقى باكدروب خشب كامل بيتلف برضو على خيط سنارة وبعدين بيتركب بالطريقة دي عايز اقولوكو حاجة ان شاء الله اللي استند الحديد والتفاصيل الحديد عشان هعمل هعمل بإذن الله انا عاملة بس همونتجه بس ونزله او في حاجات هتفنش حاجات خفيفة خالص فهتكلم عنه بالتفاصيل في فيديو الوحده عن الحديد ده وجايبه منين ومصورة في العتبة برضو الراجل اللي انا جبت من عنده الحدات فاتمنى يكون الفيديو يعني لطيف والله ممكن كده في اخر الفيديو انا ازللكو كده حتة تخطيف كده من الديكور اللي هينزل يعني هو انا مش هحرقه لكم بس ايه حتة كده تخطفكم كده شوية يعني تتحمسوا فعلوا الجرس عشان الفيديوهات الجاية تبقى تشوفوها على طول طبعا انا عملت تبقى نفس اللي احنا بنعمله ده اه حاجة عايز اوضحها طبعا كلما بننزل تحت خالص هنصغر البالين زي ما انتو شايفين كده بص حجمها صغير شوية زي علشان ما تغبطش في الارض علشان الفرقه سعر الستاند ده ربعمية وخمسين جنيه عشان الناس ربعمية وخمسين ايه لا سوري 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 سعر الستاند ده جماعة خمسمية وخمسين جنيه الستاند الحديد طبعا ده سعره دلوقتي انا بصراحة عملاه بقالي فترة بس كنت برشه وكنت بعمل في حاجات كده وكنت شغالة فيه بس زي ما قلت لكم انه كنت تعبانة وبان علي اصلا في الفيديو ان انا كنت مرهقة جدا شكلي اصلا انا مش عاطة نطلع كده ازاي بس سامحوني انا كنت حقيقة بشتغل وانا نجيت اصلا ان انا مفروض ان انا نصور طبعا بيبي ده البوكش ده انتم عارفين شفتوا الفيديو بتاعه هتلاقوه في صندوق الوصف بازن الله الاسم با يا جماعة انا عملته ازاي جبته ناصبيان فرخ ناصبيان اللي هو فرخ اللي بعشرين جنيه بيتقص الليزر من 15 ل 20 جنيه وبرضو الفرخ هكذا الاسبري يا جماعة كام اسبري برضو من 20 ل 15 جنيه حسب المكان اللي انتو بتجيبوا منه يارب ماكونش ناسي حاجة وبرضو الفرخ ناصبيان من 25 ل 20 بصوا هو كده طبعا تميم الصغيرة دي اللي كنت عاملاها على الغربال بتاع السبوع والكبيرة دي اللي انا هعلقها تمام ممكن تجيبوها خشب تعملوها خشب عادي جدا ااا معرفش بقى ساعتها ممكن انا حسنا ناصبيانا هيبقى أرخص سيكة عايزانا يا خشب مافيش اي مشكلة تقارب تنفزوها خشب لو انتو عايزين تشلوها بقى عندوكو في البيت او كده طبعا استخدمت الخدس النورة علشان يبقى شفاف مايبينش وانا بعلقها هعلق بقى الاسم كده في الايه في البلالين ربطوا طبعا من الدايرة وكده انا ربطت من ناحية واحدة ومفروض ان انا هرمي يعني هعملها بس ايو قاعديها كده بالروحة من البلالين وهنزلها وبعدين هربطها تاني في حرف المين انا بس كنت بحاول قاعديها طبعا كان في حد معدي وخبط الكاميرا بس الحمد لله ان انا خدت بالي وعدلتها كان زمان يعملها باشتغل نفسي بصراحة ما تنسوش اللايكو ما تنسوش دعواتكم واتمنى ما حدش يعلق على شكلي او يعني انا حقيقة كنت تعبنة جدا انا عارفة ومتلغبطة ومتوترة ومش عارفة بس يعني معلش يا سامحوني والله انا حقيقة كنت تعرفين انا كنت ناسي ان انا هصور ناسي خالص ان انا كنت هصور فسامحوني على شكلي كان في العيد الشغل ده وقعدت فترة كم يوم انا اصلا غير ان انا كنت تعبانة وهقولوك عارفة سبب تعبي ده احتمال كبير 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 بسبب الاستندات الحديد دي انا جبت جبت كراسي حديد واستندات حديد وشمعدان حديد وكل حاجة دي فبصراحة كنت جايباهم مش مرشوشين فانا رشيتهم دهبي فاستخدمت كمية سبري رهيبة فممكن يكون ده السبب اللي تعبلي يعني انا بستشف كده انا روحت الدكتور ومش فاهمة في ايه بس الحمد لله دلوقتي يعني الى حد ما احسن فدعواتكو بقى فحقيقة ممكن يكون الى السبريات دي هي السبب طبعا استخدمت حتة ستان كانت باقية من الغربون فبدأتنا نعملها زي المفرش حطيت حتة الضويل فيز بس كده على الازاز هي تتشال عادي من الازاز ما تخافوش بس عشان تثبت المفرش ما تزحلقش ان هو ستان بدأت بقى ارصت الحاجة زي ما انتوا عايزين الرجل دي بصراحة ممكن تحطها على الارض ممكن تعمل بها اي اشكال تانية فانا حبيت ان انا حطها هنا تدي برضو منظر للديكور وتبقى خلفية او زي باقراوند كده وبدأت ان انا ارص طبعا فكرة السوابية والحاجات دي لطيفة على فكرة ان شاء الله سور لكم اماكن السوابية اللي احنا جلبنا منها السوابية دي في مكان في الكاهرة ففي العطبة برضو هسور لكم فيه دي كاتستار برضو كده كانت هليام اا مش هليام هي منفوخة هليام فويل زي ما انتم بتسموها ولغربال طبعا هسب بقى بصوا الآخر بدلتهم حسة لأ ما كانش لطيف لان ستان عاء ستان ما كانش حل فحطتوا الناحية الثانية في الحتة الفاضية ولي رأيكم اي بقى في كل حاجة في كل حاجة ويرابي يكون الفيديو لطيف وصريف وخفيف عليكو واستنووا ان شاء الله في فيديوهات جديدة وما تنسوش الوردة هحطتلكو كده نبزع عن الوردة في اخر الفيديو احمسكو بيه المفاجأة هتظهر بعد ثانية دي باكة المفاجأة فتخيلونا رشية كل الاستندات دي فممكن يكون ده السابق لوحيد التعبني فدعوات